السلام عليكم يلا حيوم في هذا الفيديو ان شاء الله رحتكم معنا قصة حدثت في عهد الملك فيصل في عسير قصة الزوج وزوجته اللي تعرضوا للغدر من سواقين التكاسي سلمكم الله هذا رجل من اهل عسير اسمه محمد في يوم الايام تزوج وقرر يروح زوجته الى مكة يخذون عمر وبعدها الى جدة توجهوا على طول الى موقف التكاسي في عسير بدورون لهم اي تاكسي يتوجهون الى مكة ثم الى جدة وصل محمد وزوجته الى موقف التكاسي حصل لتكسي وركب مع رأي التكسي على طول طبعا زوجة محمد كانت كاشخة انتم عارفين انها عروس يعني حط حنة على ايديها وكذا كانت يعني كاشخة يعني مرة سواق التكسي لمح ايديها لمح الحنة اللي على ايديها عرف انها على طول انها زوجة يعني عرف انهم توهمت زوجين وجاء تفكير شيطاني براسة صاحب التكسي هو بطل قصتنا على طول اتفق مع السواقين اللي موجدين قال انا معي شخص توم تزوج وزوج تمعه واش رايكم ننتقوا من الزوج ونقتصب الزوجة نخطفها على طول وافقه اتفق مع ثلاثة وهو الرابع وقال لهم انا راح اوقف بالمكان الفلاني مكان مهجور ما في احد وبالفعل انطلقوا لهذا المكان ووقف في هذا المكان المهجور صاحب التكسي المجرم مصل الى هذا المكان المهجور ومع الزوج والزوجة اول ما وقف الا وقف تكسي ثاني كان عليه ثلاثة اشخاص وهو رابع انزلوا معهم سكاكين قالوا للزوج يعني لو سمحت ابتعد حنو نبي الزوجة قال الله يرحم والديكم الله يخليكم لا تقتلوني زوجتي يخذوها ما بيها الزوجة بدالها الف زوجة لكن خلوني انا اروح اشوف رزقي خلوني اروح الحرمة بدالها الف حرمة الله يرحم والديكم لا تعرضوني اخذوا الحرمة انا ما بيها هنا الحرمة قامت تصايح وتسب زوجها اللي ما عندك شرفيا اللي ما تخاف الله كيف كذا تبيعني خاف ربك يا رجل قال يا بنت الناس بدالك الف حرمة خليهم يسوون فيك اللي يبون انا اقدر امشي قالوا لن راح توكل على الله اخذ شنطتا وتراكم ومشي بعد ما ابتعد عنهم مسافة يعني بسيطة جدا يصايح عليهم بصوت عالي قال الله يرحم والديكم اذا خلصتوا منها اقتلوها انا ما بيها اقتلوها انا ما بيها ترجع لي خلاص لا تنسون انكم تقتلونها ومشي بدأ سواقين التكاسي الاربعة بدأوا بالعراك مع الزوجة يحاولون انهم يقتصبونها ولكن الزوج البطل الشهم كان مع السلاح في شنطته طلع المسدس من شنطته وارجع لهم ركض صوب الاول على طول اقتله وقتل الثاني وقتل الثالث باقي سواق التكاسي اللي كانوا راكبين معه مسكه على جنب وكسر رجوله اطلق النار على رجوله وربطه الزوج محمد اخذ زوج توخذ سواق التكاسي اللي صوبه اللي ما زال حي ركبه وراء وركب زوجته قدامه على طول توجه الى الطايف لانه كان يعلم انه الملك فيصل رحمة الله عليه كان موجود في الطايف في منطقة شبرة توجه على طول الى الطايف يبي يقاذل الملك فيصل وصل الزوج الى الطايف تحديدا الى منطقة شبرة مع سلاحه وزوجته والرجل المصاب اللي ما زال حي وصل الى قصر الملك فيصل والرجال الامن والعسكر برا عند الباب يقول له سلامات يا الطيب انت وين رايح انت مسلح ومعك زوجتك معك واحد مصاب ويش سلفتك قال انا اودي اقابل الملك فيصل انا ما راح اقول سالفتي لين اقابل الملك فيصل قلوا لأبشر احنا بنسأل الملك فيصل وبنفتشك بعد هذا وافق بندخلك على الملك فيصل وبالفعل فتشه امور طيبة دخل على الملك فيصل الملك فيصل رحمة الله عليه عارف بكل التفاصيل اللي حصلت للزوج محمد وزوجته وانهم تعرضوا الغدر بين سواقين التكاسي في عسير الملك فيصل رحمة الله عليه قول اللي قتلتم يا محمد مالهم ذية ولا الأحد أي حق يطالب في دمهم تم تكريم الزوج محمد وتسليمه وصام الشجاعة من قبل الملك فيصل رحمة الله عليه والسواق الرابع عالجه بعدين أعدهمه اللهم صلي وسلم على نبينا محمد أن حسنت فهم الله ونخطاته وساته من نفسه الشيطان السلام عليكم